السلام عليكم الابنات واهلا بكم اليوم ان شاء الله سنشارك معكم هاد الوصفة اللي رائعة بزاف اللي هي الكابوتشينو حضرتها خصوصا لعشاق القهوة تجيب نينة بزاف بلا مكينة دي القهوة بلا عداب بلا مجهود بلا حتى شي حاجة بثلاث مكونات فقط موجودة في كل بيت تابعوا معايا طريقة عندي هنا يا كاس صغير دي السكر سنيدة وكاس صغير دي القهوة سريعة التوابين وكاس صغير دي الماء يمكن لكم تاخدوا القياس بالعبار اللي بغيتو بكاس كبير او لكاس صغير او لزلافة انا كنعبار بهاد الكاس صغير وغادي تطربوه مزيان المدة دي المن دقيقة حتى الجوج دقيق هو راه دغية كيطلع وغاسنا ضروري نطربوه بهد الباطور الكهربائي لانه هو اللي تسهل علينا العملية نطربوه مزيان حتى نحصلو على هاد الشكل او لا هاد القوام كيولي كريمي هاد اول شكل اللي تحصلت عليه يجي لديد بزاف 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 شكل ديالو متماسك كيف ما كتشوفو يجي كريمي وكيجي عاقد انا هنيا غادي نديرو في واحد البواطا وغادي نديرو في الكونجيلاتور وفي الوقت اللي نبغي غادي ناخد ملنو معي لقا وانا نديرو مع الحليب غير البواطا تكون محكومة الاغلاق تكون كتسد مزيان راح مكي مكي يجمدش بزاف في الكونجيلاتور في الكونجيلاتور يبقى بحل هيكا بحل القلاس وطريقة ديالو غادي تاخدو معي لقا غايرة تديروها في الكويس وتديرو الحليب يكون فايد ضروري خاص الحليب يكون سخون بزاف انا بلا ما كندير سكر حيتاش ديجارة هالكابوتينو مسايبه من سكر ليرا فيه سكر غادي تخلطو اغير شوية هاكا وكتولي كيولي الكابوتينو جاهز والمدق ديالو بحل ديال القهاوي المدق ديالو رائع بزاف وزوين نتمنى ان هالطريقة تعجبكم وتجربوه بهذه الطريقة ما غا تبقوش تستغنوا عليه نتمنى ان هاد الفيديو يعجبكم وبسلام عليكم تلقوا في الفيديو الجاي ان شاء الله بسلام عليكم